اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية من دورة تعليم برنامج اكسل المستوى المتقدم في هذه المحاضرة راح نشرح موضوع مهم جدا الى وهو التحقق من صحة البيانات طبعا في هذا الموضوع ممكن ان نصنع اشياء احترافية متعددة كالدروبداون او القوام المنسدلة بالاضافة الى تحديد الخلايا بمعلومات معينة حتى يتم التحقق من صحة البيانات لو رحنا الى قائمة بيانات واختارين الامر التحقق من صحة البيانات اللي هو هذا الامر طبعا نضغط ياما على الايكون ياما نضغط اهلا على هذا الخيار ونختار التحقق من صحة البيانات طبعا راح تطلع عنا هذه النافذة هذه النافذة بيها اعدادات كثيرة اللي هي اول panel الاعدادات ثاني panel اللي هو رسالة الادخال وتنبيه الى الخطأ هاي كلها انشاء الامور راح نحاول نشرحها ونغطيها في هذه المحاضرة بالنسبة للاعدادات لو اجينا الى معيار التحقق من الصحة عدنا هنا من السماح عدنا drop down قائمة ممكن نختار احد هذه الاوامر هذه الاوامر اول شيء اي قيمة اللي هي القيمة الافتراضية يعني هنا الخلية ممكن ان تقبل اي قيمة مهما كانت رقم او نص او ممكن ان يكون خليط من الارطنوم والنصوص كالتواريخ الخيار الثاني اللي هو عدد صحيح انه هذه الخلية تقبل عدد صحيح فقط يعني ما تقبل اي نص او اي رمز اخر غير العدد الصحيح حتى عدد الكسر او العدد العشري قد قبله طبعا عدنا انواع للعداد الصحيحة او عدنا فئات للعداد الصحيحة ممكن ان يكون بين يعني عدد صحيح بين خمسين الى مية يعني عندي هنا مثلا درجة النجاح درجة النجاح ان تكون من خمسين الى مية اذا كتبت خمسين رح تقبل القيمة اما اذا كتبت مثلا ثلاثين رح يطيني امر يقولي القيمة اللي ادخلتها غير صحيح طبعا هذه القائمة وهذه النافذة رح نحاول يعني نغيرها حسب ما احنا ريد هنا انا ما قبل يطيني ثلاثين ليش لان ثلاثين هي خارج القيمة اللي احنا حددناها وخارج الفئة اللي هي ما بين ثلاثين او عفوا ما بين خمسين ومية طبعا في حال انه لو وردت اكتب درجات من خمسين فما فوق يعني ما اقبل انه الطالب الراسي باكتب درجته رح ممكن اختار عدد صحيح ومن ثم اختار بينه بعد عدنا ليست بينه مثلا هنا من صفر الى خمسين يعني اي قيمة ليست من صفر الى خمسين مثلا يعني اذا اجت هنا انا كتبت مثلا ستين تمام يقبلها اذا اجت كتبت خمسين ما يقبلها ليش لان ليست يجب ان تكون ليست من بين القيمتين من خمسين الى صفر او من صفر الى خمسين وهكذا ممكن انه نجرب البقية اللي هنا مثلا تساوي يعني القيمة اللي تساوي صفر اذاك صفر تقبل اكثر من صفر مثلا واحد ما تقبل ليش يعني حددته التحقق من صحة البيانات هي تحديد الخلايا بفئات معينة من البيانات طبعا ممكن انه نجرب البقية لا تساوي اكبر من مثلا اكبر من اكبر من خمسين يقبل القيمة اللي اكبر من خمسين مثلا خمسين ما يقبلها ليش لان قدنا لأكبر من خمسين طبعا بالنسبة لهذه الرسالة هذه الرسالة ممكن انه نتحكم بيها من خلال هنا رسالة الإدخال وتنبيه الخطأ نجي إلى تنبيه الخطأ العنوان مثلا نسمي تنبيه رسالة الخطأ نقول يجب أن تكون القيمة أكبر من 50 وممكن طبعا تحذير وممكن معلومات وممكن إيقاف بعدها موافق لو إجينا خلينا قيمة 30 سيقول يجب أن تكون القيمة أكبر من 50 وطبعا بالنسبة لرسالة إدخال العنوان تنبيه طبعا رسالة الإدخال هي تظهر لنا قبل أن ندخل القيمة تحذير يعني يجب أن تكون القيمة أكبر من 50 موافق شوفوا لما نأخل الخلية يطلع نطيني تنبيه يجب أن تكون القيمة أكبر من 50 لو أجيت كتبة 50 ما يقبل ليش لأن شرطنا أن يكون أكبر من 50 طبعا هذه فيما يخص أنه رسالة الإدخال ورسالة التنبيه ممكن أن نغيرها حسب الشرط اللي إحنا مخلينا نجي إلى إعدادات نرجع إلى قلنا عدد صحيح اللي هي الشروط الخاصة بالأعداد الصحيح عدد عشري نفس الأمور اللي طبقناها بالعدد الصحيح ولكن يجب أن تكون بالأعداد العشرية وهكذا يعني هنا العدد الصحيح من يقبل عدد عشري إذا أخلي عدد عشري لازم أختار عدد عشري عدنا قائمة طبعا قائمة من الأمور الجميلة جدا 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 والرائعة في الـ Data Foundation واللي هي من خلالها نضيف قائمة منسدلة مثلا أدي هنا الجنس وأريد هنا يطلع لي قائمة أختاري أما ذكر أما أنثى أروح على التحقق من صحة البيانات وأجي أختار السماح النوع قائمة أجي إلى المصدر المصدر هو النص اللي يظهر بالقائمة المنسدلة مثلا راح أكتب ذكر وأنثى طبعا لمن أجي أريد أكتب ذكر؟ أكتب ذكر فاصلة أنثى أغير إنجليزي يجب أن أفصل بين مفردة ومفردة اللي هي الفارزة المنقوطة حرف كاف بدون شفت هذه حرف الكاف الغاية من عندها أنه تفصل لي يعني هذه الذكر راح تطلع لي بصنف وحدها والصنف الآخر راح يكون هنا عندنا أنثى لمن أجي على موافق أروح أضغط على هذا الخيار راح يطلع لي هنا الذكر ممكن أنه أختار ذكر ممكن أنه أختار أنثى وأقدر قبل لا أملي البيانات أقدر قبل لا أملي البيانات أقدر أسأوه هاندل وأختار هنا أنا مثلا ذكر هنا أنا أنثى هنا ذكر أنثى وهكذا إذا تلاحظون أنه قواعد تمييز البيانات إذا تلاحظون أنه حتى يفصل لي بين جزء وجزء لازم أكتب هذه اللي هي الفارزة المنقوطة اللي هي غير إنجليزي وحرف كاف بعربي هذه اللي هي الفاصلة المنقوطة أو اللي هي من خلالها أقدر أفصل بين القوان طبعا هذا فيما يخص القائمة طبعا أقدر أجهز المصدر على صفحة أقول مثلا هنا أنا ذكر أنثى وأختار مثلا هذا الجزء أريد أخلي لقائمة منسدلة أروح على قائمة من المصدر أجي أحدد هذا المصدر اللي أنا جهزت على صفحة بعدين انتر بعدين موافق رح يطلع لي هنا أنا ذكر وأنتر ولكن شنو لكن هذين المصدرين مربوطين بهذين المصدرين يعني إذا أجيت حذفتهم أجي لي هنا أنا ما راح ألق شيء فضروري جدا أنه المصدر ما يكون هنا أنا المصدر يكون بشكل مباشر من خلال المصدر كتابته هنا أنا وهكذا هذا فيما يخص القائمة فيما يخص التاريخ نفس الترتيب نفس ترتيب أي قيمة يعني ممكن أنه نكتب بينه ليست بينه وهكذا وبقية الأمور متشابهة اللي هي وقت طول الناس ومخصص مثلا طول الناس ممكن أنه طول الناس يكون يساوي أو يكون بينه من مثلا من صفر أو من واحد إلى عشرة مثلا موافق لما أجيت هنا أنا عفت الخلية فارغة أو أجيت مثلا كتبت بهار عبدالستار راح يطيني خطأ ليش؟ لأن يقول القيمة اللي إدخلتها غير صحيح يعني أنا حددت لي يجب أن تكون عشرة مثلا أجيت كتبت لبها أوكي طبعا إذا لاحظ أنه أكو قوائم الإنترنت أو أكو بعض الموقع الإنترنت يقول لك أن اسم المستخدم يجب أن لا يزيد عن 40 كلمة شون أنا أعرف أحسب هاي الكلمات تشقد أقدر أحسبها من خلال قواعد تحقق البيانات من خلال طول الناس طبعا هذا فيما يخص القوام المنسدلة أو الدروب داون أو بشكل عام بالداتا فالديشن التحقق من صحة البيانات طبعا الواجب الخاص بهذه المحاضرة هو كتابة الجنس وعمل قائمة منسدلة لذكر وأنثى مثل ما تشوفون نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى